على أصوات مرحبا مستمعين مباشرة إذن معلومات اليوم معلومة جديدة كان وصلوا في صندوق تكافل العائلي بعدما طرقنا الفئة المستهدفة من هذا الصندوق أو الاستفادة من هذا الصندوق أيضا شنو هي الوثائق اليوم المطلوبة الاستفادة من الصندوق إذن نقطة موالية دائما في الاستفادة من صندوق تكافل العائلي دكتور مرحبا أهلا وسهلا المعلومة الموالية دائما في هذا الصندوق دكتور والاستفادة منه ديماً نرجع لهذا الموضوع اللي هو موضوع طبعاً كيف قلت عنده واحد الأهمية خاصة بالنسبة لي أنا بغيت نوصلها لأن الناس اللي معنيين الفئة اللي معنية اللي هي النساء المطلقات اللي ما عندهم مش باش ينفقوا على ولداتهم أو النساء المتزوجات واللي ما عندهم مش باش ينفقوا على رأسهم والأزواج لهم ما تينفقوش عليهم لأنه في الأول هات الصندوق التكافل العائلي كان مدير غير الوليدات نفق غير الوليدات ولكن من بعد ضفت لهم حتى الزوجة الغير مطلقة تم تمديد يعني توسيع الوعاء دي المستفيدين حتى النساء المتزوجات واللي ما كينفقش عليها الرجل دياله المرأة اللي مزوجة ورجلها ما عندهم مش باش ينفق عليها ولا غاب ما القيناهش قاع ولا هاجر ولا تعذر عليه لسببين من أسباب أو معسر وهي حتى يتكون في حالة العاوز إزا هي ما عندها حتى يضعيفة إذن وخم جوجة وما زال على الذن ما دياله حتى يكتستفد مهد صندوق التكافل العائلي ما دخلنش فيه الأراميل باش كنوا واضحين لي الزوجة دياله توفى را ما دخلنش عندنا واحد صندوق دياله دعم الأراميل نعم نعم را الحكومة را كتحاول يعني في البرامج ديالها را دارت تيسير بنسبب الأطفال اللي كيقرارهم دراتها دارت دعم ديال الأراميل دارت هاد صندوق تكافل العائلي بنسبب المتزوجات والمطلقات والمطلقات اللي ما عندهم باش باش يصرفوا على وليداتهم وعلى نفسهم يعني كين واحد تكامل غي اللي نقصنا را نقصنا غي تفاعل مع هات الصندوق والتواصل ديال الحكومة مع المواطنين باش يفهموا هاتش هادا حيث الناس اللي غي يستفدوا من هاتش هادا را ه الناس ضعاف وغالبا ناس ما قارينش قلال اللي كيكونوا قارين وفاهمين إذن كي غادي نوصل دير نوصل إلي عندي عشرة أو ستة أو خمسة ديال مليون ديال ديال النساء غادي نقلف هات خمسة ديال مليون ديال النساء اللي مزوجات شكون لي فيهم مطلق وش حال فيهم لي ما زال مزوج ولا كين بجوج معنيين اللي مطلقها ولي مزوجها معنيها بس صندوق يعني ما عنداش بس تصرف على رأسها وعلى ولداتها والراجل ما كينش سواء ما زال مزوج بها ولا تلقها إذن كحال غادي لقاهم مليون مئتين آلف مئت آلف مليون ونص ديال هات النساء أنا بتأكد بنا كين كين المليون لأنه المكالمة اللي كي يجيونا بنساء اللي كيعاني ومن قلت قلت شي وعندهم ولدات وراجل سمح فيهم كينين كتار إذن خسنا نتواصل مع هات الناس خسنا ن يخلصوا لهم المعلومة ديا لهم باش يمكن لهم استفدوا ما يمكش هات الصندوق فيه فلوس ونحطود واهم قوش الدين عليه والمساطين مكيد داروش نخسي نوصل وعود نهدر وعود نوصل راشيرا جudت ندر عليه الnes عاليه التنين ودر عليه الandолотلاز ومنضر له الارباع وحتى أخده نبه عليه على الاقل نوصل المعلومة للناس لي معنا إذن المشاج إلى هات الصندوق كان نعود نأكد عليها أني كان نفكر في النساء اللي كينين في البادية نساء اللي هما مقارن يعني ضحية دي الامية ولكن كدت قام سكين انتقلها بجوجي دي الولاد ولا ثلاثة ولا اربعة دي الولاد وراجلته هو ضعيف ده هو زوج بها ولكن اللي اعطى الله هو هذا ما كان شي ما عندوش اذن هاد المرة اذا اقول لكم من حقك تمشي تاخدي هاد الصندوق واش 350 درم سهلت يا نمشي ناخدها اعطا سهلي الدولة نمشي ناخدها انا عندي فيها الحق نمشي ناخدها اذن هاد هاد الشرط ايضا باش تستفد هاد المرة من هاد النفاقة من هاد الصندوق وتاخد دك 350 درهم على كل وليد وتاخد 350 درهم ديالها حتى هي كان واحد صقف قلت الى كانت المرة معنية بالامر غادي تاخد قدر توصل حتى الالف وربعمية درهم ولكنه غير الوليدات الف وخمسين درهم ديالها غادي تاخد غير النافاقة ديال الوليدات ولكن دخلت الام الف وربعمية درهم هو الصقف ديال فليست هادو اذن الشرط اللي اساسي هو انا حتى المرة مخصش يكون عندها مشي الراجل ملزم بالنفاقة وما عندوش ولكن هي ميسرة اذن هاد مشي تنفاق على وليداتها هاد تنفاق على رسا وتنفاق على وليداتها ولكن باش تتفدي مش من هات الصندوق تسك تنتيس كل ما عندكش اذن لا كان عندك هاد الحالة ديال الضعف والعواز تخسك تبتيها انا تكلمت البار على الوثائق من ضيم الوثيقة للوثائق اللي تخسك تدلي بها قولنا لحكم ديال النفاقة قولنا للمحضر ديال مفوض قضائي اللي كيفية تعذر او تأخر الاداء ديال النفاقة او قولنا لازم نجيبو وثيقة ديال العواز وعقوز زياد هاد الوثيقة العواز شنو هي كنا سابقا تنستعملوا بطاقة الراميد اللي عندها المرأة فيكم عندها بطاقة الراميد كيفش تتقدم بها المحكامة اليوم بطاقة الراميد ما مقناش نستعملوا ما مقناش نجدو بطاقة الراميد وقفناها اذن كيفش غادي نتبت بانني انا ضحيفة فقيرة ما عنديش الله غالب ما عنديش منصرف على ولداتي اذن غادي نمشي عند القيد المقاطعة اللي تبعالي في انساكنة انا انا ولداتي وغادي نمشي عنده وغادي نقولولي يخليك بغيت شهادة ديال الضعف وهو هذيك ساعات يعطيك شهادة ديال الضعف بانك انتي ما عندكش هذيك الشهادة كتبشي تقدمي بها المحكامة باش تستفدي مهات الصندوق متعفقين يلا هذي المعلومة اليوم وصلنا لشهادة الضعف غدا ان شاء الله الجمعة واخا ما كنديروش معلومة اليوم ولكن غدا ان شاء الله غادي نكملو باش نتكلمو على كيفاش يمكنلك تدري الميستارة كيفاش غادي نتقدم لدي المحكامة وفينا براسة في المحكامة باش نستفد مهات الصندوق وفينا غادي مشين تخلص نعم اذا معلومات اليوم العوز او الضعف الاستفادة من صندوق دعم التكافل العائلي